السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو صحة جيدة وفي احسن الاحوال يوم ان شاء الله سنشارك معكم وجبة ديال غادة وصفت لي سهلة بزاف وصيفية سنوجد معكم واحد الارز بالخضر اللي يجي رائع وبنين بزاف بزاف مع اقتبان ديال الديك الرومي بتتبيلة خطيرة كيفاش يجيكم بنانين وفتيين في نفس الوقت وغادي نشارك معكم كذلك خبز اللي يجي زوين بزاف ورائع فانتمنى تجربوا الوصفة وبلما انطبع لكم خليكم على المكونات وطريقة التحدي فغادي نبدأ بسم الله على بركتي الله هنا بمجرد يعني ما فطرت يعني الله فقط وفطرت غادي نوجد اول حاجة بديت بها هي شرمولة ديال لحم الديك الرومي او لاداند هنا خديته قطعته قطع كان عندي مقطع يعني موجد صافي كان غادي نبدأ نشرمله لانه كل ما بقى هاكا في الشرمولة كي يجي ابنين ضفت هنا عليها واحد الحبة ديال البصل اللي كتحكوها او كتقرضوها كارقيقة يعني كتشلدوها رقيقة ضفتها كقصبر امعدنوس واحد الكيمياء ديال واحد جوجتة ثلاثة ديال معالق ثم غادي نقوم باضافات هنا بودرة التوم اذا ما توفرت عندكم ممكن تعودوها بواحد الفصل كبير ديال التوم صافي وغادي نبدأ نضيف توابل عندي هنا يا رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ثم غادي نضيف كذلك الفلفل الاحمر بالنسبة الكيمياء ديالتوابل طبعاً غادي تبقى لحسب الكيمياء ديال اللحم كضفت كذلك هنا هي الزنجبيل هنا هي الكوركم القليل من الكمون والقليل من القصبر حبوب هكا لمطحون وغادي نضيف التوابل ديال المشاوي هي هادي اللي استعملت المهم كتضيف التوابل هكا ديال المشاوي كتتعطي واحد طعم رائع بززاف دفت ملعقة صغيرة ثم غادي نقوم باضافة الملح لحسب الدوقة نضفتنا الملح ديال الهيمالاية كندقها هكا كندحنها عليه الدين اذا شايتبالكم بحلالك ونضيف واحد الملعقة صغيرة من المطارد ثم ملعقة صغيرة من الهريسة فضروري من الهريسة كتعطي هكا لكلبنا زوينة بزاف وبنسبة لها التوابل وهات الشرمولة اللي اعطيتكم راكت جي زوينة بزاف ولديدة سوف نضيف عصير واحد نصف حامضة وممكن نضيف عصير واحد نصف حامضة وممكن نضيف قطرتها كما الخل انا كتفي تغيب عصير الحامض نصف حامضة سوف نضيف زيت الزيتون سوف نخلط الكل ونضيف الحمديالي كيتشرب جانبا ويجب المده القليلة وحزوج 3 سوايع كل ما بقى يجب ان يتشرب ويجب احسن وحتى إذا كان عندكم هكا الوقت يعني ديروه حتى ليلة كاملة ممكن تجدوه بالليل والصباح في الغداع وفي الغداع سوف نضيفه جانبا ونضيفه لكي نجد معكم خبيزات ساهلين وبساطين ويجب خفاف وزوينة هنا يجب التربعة الكؤوس من الدقيق الابيض الكأس اللي هتاخدو به القياس والكأس دي العنبا ضفت عليهم زوج كؤوس من دقيق الفينو او الساميد الناعم الساميدة اللي كتكون طحونة بزيان خلط الكل ونضيف كيف ما كتشوفوه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ثم غد نقوم بإضافة واحد الملعقة صغيرة دي الملح ونضيف زوج معالق كبار من زيت الزيتون وملعقة دي العسل اللي ممكن تعودوها بملعقة دي السكر سوف نجمع الخالط دي بالماء اللي يكون دافئ بالنسبة الكمية دي الماء كتضيفه شوية بشوية كتجمع معكم العجينة كتحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة وفي نفس الوقتها كرتبة فبالنسبة الكمية دي الماء انا اخذت لي العجينة جوج كيسان اربع من الماء وهنايا كيفما كتلاحظوا فكيكون القوام دي العجينة دي النبحة الهاكا كتدلكوها وكتحصل على واحد العجينة هكا كرتبة وخفيفة غادي تدهنوها بشوية ديال الزيت وغادي تخليوها كتختامر حتى كيتضاعف الحجم ديالها باش كتعطيكم نتيجة اللي هي مزيانه وصافي بعد ما اختمرت معنا العجينة كيفما كتشوفوا والضاعف الحجم ديالها فضروري ما تخليوها تختامر مزيان باش كيتضاعف الحجم ديالها اناي وضعتها فوق سطح العمل وغادي نفرغها من هاداك الهواء اللي فيها وغادي نقسمها فبالنسبة لي انا غادي نقسمها لثمانية ديال القاطع كيجي الحجم ديالهم هكا خبيزة ليهوما ماشي صغارين بزاف وفنفس الوقت ماشي كبار صافي وغادي نبدأ نشكلهم بحال هكا كويرات فانا محتاجتش هناي الدقيق هلا احتاجتش هناي الدقيق ممكن ترشو شوية ديال الدقيق عجينة كتجي طرية وكتجي هكا كرطبة وما كتحتاجش هكا فاضل مرحلة هذي محتاجتش انا يعني نرش الدقيق وصافي هنا بالاستعانة بشوية ديال الدقيق او شوية ديال الفينو غادي نبدأ نصرح الخبيزة ديالي بها الطريقة هذي فكيفما كتلاحظو العجين هكا كتجي كلها فوقاعات وكتجي زوينة بزاف الخبيزة سهلين وفي نفس الوقت راكي يجي ورائعين وسهلين بزاف الخدمة ديالهم كيفما كتلاحظو هناي استعملت المدلك باش كنطلق الخبيزة ديالي باش كيجوني سهلين ممكن طلقوهم غبيتكم باش كيجوني سهلين باش كيجوني سهلين كيفما كتلاحظو سوف يمكن استخدامهم فصافيحة اللي كتدخل الفرن فكل طاوة كيفما كتشوفو هاتي ندير فيها ربع ديال الحبات كنحاول هكا نقضلهم الشكل ديالهم وغادي نغطيهم ونخليهم جانبا باش كي يختمروا المرة التانية فهذا المرة هاتي لا يأخذوش مدة طويلة تقريبا غي واحدة عشرين تا خمسة و عشرين دقيقة كيفما كتلاحظو كيفما كتلاحظو سوف يدهنهم فهذا قبل ما ندخلهم هكا الفرن سوف ندهنهم شوية ديال الماء ممكن تاخدوا واحد البخاخ وددوا فيها هكا شوية ديال الماء وترشوهم بالماء عدد دخلهم الفرن فاننا دهنتهم هكا بالماء كيعطيهم اللون كيعطيهم هكا تراوة وحتى من الفوق هكا ما كاتجيش ديك القشرة ديالهم يعني فيهم ديك القشرة من الفوق سوف ناخد واحد الشفرة وكاتا اخدوا السيكين اللي كيكون حاد وغادي نديرو في الخبيزة ديالنا تفليحة بتشكل هذا وغادي ندخلهم الفرن اللي كنكونوا مسخنينهم من قبل على اعلى دراجة نديروهم على ميتين وخمسين دراجة فرن شعل من الفوق ومن الاسفل وفرن كذلك يكون سخون مزياحة كيتحمرو وكنخرجوهم ونفس الشيء بالنسبة الطاوة الثانية كذلك تهي غادي دهنتها وشوية ديال الماء وغادي نفلحب حلاكو غادي ندخلها الفرن كطيب وهنا هي الخبز ديالنا كيفما كتلاحظو بعد ما خرجتهم الفن شوفوا كيفاش كيجي كيجي واحد الخبز رائع بززاف وخفيف كيجي بحل ديال المخابز فالخبز هنا عندي بقي سخون غادي نديروها في واحد شبيكة وغادي نخليه كي يبرد القياس اللي غادي نطيب فيها هدو القطبان ديالي وكذلك اللي غادي نوجد معاكم فيه واحد الاروز اللي كيجي رائع بززاف فبالنسبة لهذا الاروز صراحة بكل صدق يعني اللي كلاه وداقوا عندي را كيطلب المكونات ديالو كيجي بنين 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 بلا قياس هنا كيفما كتشوفو خديت مقلاس وضعت فيها شوية زيت المائدة مع حبة صغيرة ديال البصل اللي كتشلدوها ارقيقة مزيان هدي نحاولو نشحره مزيان هديك البصلة هكا مع هديك الزيت ثم غادي نقوم بإضافة فلفلاء ألوان أنا ما كانش عندي فلفلاء صفرة كانت عندي غي الخضرة وكذلك الحمرة هي اللي درت قطعتها قطعة صغيرة وغادي نضيف كذلك الجزر كنحكوه في الحكاكة من الجهة الغليضة وصافي كنحركو هديك الحشو ديالنا وهنا غادي نضيف توابيل بالنسبة التوابيل عندي غيل ملح وغادي نضيف كذلك القليل من فلفل الأسود غير أسمي العاقة صغيرة وغادي نضيف ضمة البنة بالنسبة الكيمياء غي كيمياء بحلقة قليلة كتعطي فعلان الفرق وكي يجي طعم زوين بالنسبة نضيف التجاج وممكن تستعملوا كذلك اللحم وخلط خضر حتى تشحره وطابه مزيان هنا سأخذ الأرز بالنسبة الأرز ونصف أرز ونصف أرز ونصف أرز ونصف أرز ونصف أرز ورشت الماء ويستقطر لتشحر ثم يبổ ونصف أرز تصف أرز بعض الماء حاول أن تسمع الماء ضعج للخضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خافرت season اشتركوا في القناة ووصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تجربوا الوصفات وجاجبكم. اطلقوا فيديو اخر مع وصفة اخرى. انتم في امان الى حفظه. والسلام عليكم ورحمة الله.